لمناقشة النقاط التي أتى عليها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مع المقابلة التي أجرها الزميل محمود شكر من بيروت انضم إلينا الدكتور رئيف خوري أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية مرحبا بك يا دكتور وأسألك فيما إذا لمست من خلال النقاط التي أتى عليها الرئيس ميقاتي بأن الرجل لا ينوي الاعتذار مساء الخير الموقف لا تكليف ولا تأليف ولا اعتذار المرحلة ليست بعد مرحلة الاعتذار ولقد قال بذاته أنه يفضل ويسعى للتأليف وقد سئل قبل ساعات عن النسب فقد أجاب أن نسبة التأليف ما زالت مرجحة وحب حدود الستين بالمئة أما نسبة الاعتذار هي أقل أنه اليوم في المرحلة الأخيرة كما كان سعد الحريري قبله فهو في الجولة 13 كسعد الحريري في الجولة 19 وكأنه يسير ببطء نحو الاعتذار أو نحو الاعتكاف هناك ثلاث مواقف إما التكليف وهذا مستبعد حاليا لأسباب خارج لبنان وليست لأسباب لبنانية وهناك الاعتكاف أي البقاء من دون تكليف ومن دون اعتذار والمرحلة الثالثة هي الاعتذار لذلك هناك عدة حلول أو عدة طروح مطروحة أمامه ولكن إذا تم الاعتذار لن يقوى أي رئيس حكومة مقبل أن يحصل على أصوات البيئة السنية أو على الرضا السني في لبنان ولن يستطيع أن يشكل حكومة مقبلة لأن الأزمة ليست فقط أزمة تشكيل حكومة من تكنوكرات أو مطاعمة من هذا الوزير أو من ذاك من هذا الشرط أو ذاك إنما أيضا هي أزمة حكم وأزمة الحكم ستطول وستبقى حتى 30 أكتوبر من العام 22 وهذه الأزمة هي أزمة ستقضي على لبنان أكثر مما هي اليوم أما أكثر من الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون حاليا ونحن لسنا إلا تفضل دكتور رئيف أريد أن نناقشك بنسبة 60% التي تحدث عنها الرئيس المكلف فيما إذا كانت بالفعل هناك حكومة سيتم تأليفها من وجهة نظرك وقراءتك أي شكل لهذه الحكومة يمكن أن يساعد لبنان على الخروج من كل هذه الأزمات إذا كانت مسألة التأليف بهذا التعقيد كيف هو التنفيذ على أرض الواقع؟ الحل الأساسي هو بتغيير الطبقة الحاكمة برمتها وعدم الوقوع مرة ثانية بفخ هؤلاء الرؤساء وهذه الطبقة أنها تجدد نفسها وتنتج من يمثلها سواء برئاسة الجمهورية أم برئاسة الحكومة أم برئاسة المجلس في السلطات كلها في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية برأسيها لأنه بالنظام الدستوري اللبناني هناك رأسان للسلطة التنفيذية وأيضا بالقوى الأمنية والقوى العسكرية وحتى بالسلطة القضائية جميع سلطات لبنان بحاجة إلى تغيير وبحاجة إلى تعديل وبحاجة إلى نفضة وهذا التغيير لن يتم مع هذه الطبقة التي تنتج نفسها مرارا ومرارا والتي تستولد الأزمات لا يمكن لحكومة إن تألفت إلا أن تنقل الخلاف من الشارع إلى قلب الحكومة إلى ضمن اجتماعات مجلس الوزراء وهذا ما حصل سابقا سواء مع سعد الحريري أو قبل سعد الحريري مع كل الرؤساء السابقين عندما كان رئيس الجمهورية يتنازع مع رئيس الحكومة تشل الحكومة ويشل عمل الحكومة وعمل الإدارة اللبنانية المشاكل جزء منها داخلي أن تتحدث في الإجابة الأولى بأن الأمر مرتبط بالخارج دكتور رئيف ولكن هناك من يقول بأن المشكلة هي داخلية الآن بأن حزب الله لا يريد تشكيل الحكومة هو مرتاح إلى هذه الصيغة التي يتعاقب عليها رؤساء حكومة حتى تصل الأمور إلى أن يكون المنقذ سواء بالسفن البترول أو بغيرها ما تقوله هو عين الصواب إنما من من تأتي الأوامر أن الموقف الداخلي هو انعكاس للموقف الإيراني إيران منذ تم تعيين إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومته الكاملة لصالح الحرس الجمهوري والمرشد علي خامنئي إيران في خط تصعيد تصاعد بوجه أمريكا وبوجه الغرب وبوجه كل العالم وأمريكا وإيران التي رفضت العودة إلى اتفاية فيينا لتاريخه وليس بالأفق بعودتها مرة ثانية إيران التي تشترط على المجتمع العالمي وعلى الدول الغربية وعلى أمريكا شروطا جديدة تتعلق بمجلس الأمن وبالسناب باك إنما قلية الزناد إنما مقلوبة بمعاكسة لمصلحة إيران وليس لمصلحة أمريكا عند خروجها من اتفاق تسمح لي يا دكتور رئيس؟ إيران التي تتحرش بالسفن إيران التي سمحت بسفن متوجهة إلى لبنان تحمل المحروقات إيران التي تستفيد من الوضع الأفغاني المستجد إيران التي تستفيد من إرباك الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن إيران التي لا توفر وسيلة من الوسائل للتصعيد هي التي تمنع قيام وإنشاء وتأليف حكومة في لبنان طيب دكتور رئيس أيضا النقطة التي مر عليها الرئيس المكلف بأن البعض يريد أن يرجع إلى ما قبل الطائف في مسألة التأليف عندما كان رئيس الجمهورية يؤلف هي إشارة واضحة إلى رئاسة الجمهورية للرئيس ميشيل عون هل يعني ذلك بأن الأمور معقدة أكثر من اللازم وبالتالي يصرح هكذا الرئيس المكلف خاصة وأنه دائما كان يتحدث إن شاء الله خير نعم هناك مشكلة أساسية لدى رئاسة الجمهورية في لبنان وهي العودة إلى ما قبل اتفاق الطائف في العام 1990 إلى دستور ما قبل الطائف ذلك الدستور كان يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار الوزراء وصلاحية تسمية رئيس الحكومة بعد العام 1990 تعدل الدستور اللبناني وأصبح هناك استشارات ملزمة من النواب يعني السلطة التشريعية مجلس النواب اللبناني هو من يختار الرئيس المكلف وليس رئيس الجمهورية ورئيس المكلف هو المسؤول أمام مجلس النواب ومجلس النواب يسقط حكومته ونزع السقة عنها وبالتالي هو المسؤول سياسيا ودستوريا أمام مجلس النواب رئيس الجمهورية يحاول أن يعطل هذه الإصلاحات التي تمت وهذه الصلاحيات التي تمت والتعديلات التي تمت في مؤتمر الطائف في العام 1990 ويرغب بالعودة إلى ما قبل هذا التاريخ عندما كانت صلاحيات رئيس الجمهورية شبه رئاسية أي يستطيع أن يتعاطى في تأليف الحكومة ويسمي من يشاء حتى رئيس الحكومة المكلف وهذا أمر أصبح خلفنا منذ العام 1990 ولا يمكن العودة إليه لأن هذا الاتفاق كان نهاية حقبة مسلحة حقبة حرب ولم يكن بالإمكان التخلص من هذه الحرب والعودة إلى اتفاقات ودية وسلمية في البلد إلا بتنفيذ اتفاق الطائف الذي أقر وكان قبله عدة محاولات الاتفاقات أخرى لم ترضي الشعب اللبناني منها الاتفاق السلاسي لذا هنا ما قاله نجيب ميقاتي بأن رئيس الجمهورية يحاول العودة إلى هذه الصلاحيات المعطاة التي كانت له قبل العام 1990 والتي لا يقرها الدستور الحالي النافذ في لبنان شكرا جزيلا الصلاحية هي للرئيس المكلف شكرا جزيلا لك من بيروت الدكتور رئيب خوري أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية ترجمة نانسي قنقر